يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من واصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارتها على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما أدى إلى تفاقم الأزمات الصحية والغزائية المزيد من التفاصيل اطلعنا عليها الزميل كاريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية هذه البوابة التي لم تغلق بوابها منذ اليوم الأول لبدء العدوان على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ما زال القصف مستمرة على رفح الفلسطينية والضرب المدفعي وأيضا اشتبكات المقاومة في شرق بديدة رفح الفلسطينية ومنذ أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني وهي تمنع دخول المساعدات الإغاثية من مواد غذائية مستلزمات طبية ومواد بترولية مثل الغاز والسولار وهي من الأشياء الأساسية الآن لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية في قطاع غزة وتحديدا في مدينة رفح الفلسطينية بالطبع مصر لم توقف مسعيها المختلفة للوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غزة وتحديدا المساعدات الإغاثية وهذا الملف الذي تدخلت به مصر منذ اليوم الأول نرى الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية على جانبي الطرق في رفح والعريش وأيضا في المخازن اللوجستية المختلفة أكثر من 14 يوما وهذه الشاحنات متوقفة في انتظار دخولها إلى الجانب الآخر للتخفيف عن كهل الأشقاء في قطاع غزة ولكن بالطبع هذه الشاحنات كانت تدخل من باب بنعبة رفح المصرية فتمنعها قوات الاحتلال من الناحية الأخرى أو حتى هذه الاشتباكات المستمرة هي توقف أيضا دخول هذه الشاحنات لذلك مصر حملت قوات الاحتلال مسؤولية الكارثة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة أيضا مقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحدثت وقالت أن الوضع أصبح كارفي بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة وأن ما يحدث هو بالفعل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تتكبها قوات الاحتلال وأيضا برغم حديث المدهي العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي تحدث عن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع إلا أن الجهات الإسرائيلية صرحت أن هذا لن يوقف هذه العملية العسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية أو حتى غزة بشكل عام وهو أيضا ما صرحت بمصر أنها ستشارك جنوب أفريقيا في الدعوة المقدمة ضد إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية يعني المساعي المصرية لا تتوقف وهذه هي الصورة التي تختلف من أمام بوابط نابرة رفح المصرية والآن أعود عليكم مرحبا